انا بشوف رقم واحد ده سياسة التنويم المغناطيسي اللي كانت بتحصل دي ان الناس عايزة من الاخر تنيمنا بحيث ان انتوا ساعدتوا ويجبهم ما يكسبوا ده الحمد لله يعني النهاردة كمان كابتن سيد عمل جلسة مع اللعيبة وقال لهم الكلام ده كله فاعتقد يعني حاجة بصراحة محترمة يحسب برضو لإدارة الكورة لازم الناس برضو تكون يعني يحسب لكابتن محمود الخطيب اللي دايما لما بيسافر مع البيعثة دايما بيبقى وش الساعد ووش الخير على النادي الاهلي يعني كابتن محمود الخطيب كذلك كابتن سيد لما عملوا الجلسة قبله المباراة في مباراة الزهاب دي حاجة يعني بره المتش بس دي تفصيلة صغيرة بتفرق كتير جدا ان يبقى معاك رئيس بيعثة رئيس النادي دي حاجة تحسب لكابتن محمود الخطيب بشوف ان المباراة صعبة برضو من ناحية الفنية من ناحية الفنية انت مش هتلاقي نفس المساحات اللي كانت موجودة اللي لعب عليها بيتسو في المباراة الاولانية مش هتلاقيها اوي دي نقطة مهمة كمان في حاجة مهمة اوي ان هما ما عندهمش حاجة يخسروها دي حاجة مهمة ان انت ما بتلاعب حد ما عندوش حاجة يخسرها دي بتبقى حاجة خطر جدا الحاجة التانية بقى الرقمية تعرف حدقك ان تاريخ مواجهات النادي الاهلي والترجي ان النادي الاهلي كسب الترجي في تونس اكتر ما كسبوا في مصر يعني الأرقام كده من سنة 2000 من سنة 2000 النادي الأهلي كسب في مصر أربع مباريات التراجي من سنة 2000 كسب كم مرة في تونس خمس مرات يعني النادي الأهلي كسب في تونس في رادس أكتر ما كسب في القاهرة فدي حاجة برضو يمكن دي من سنة 2000 يعني الأرقام دي من سنة 2000 في البطولات الأفريقية النادي الأهلي هو داخل مصر كسب أربع مرات هم اتعدلوا مع النادي الأهلي خمس مرات والنادي الأهلي طبعا مخسرش ولا مرة داخل القاهرة من سنة 2000. داخل تونس النادي الاهلي كسب خمس مرات في رادس من عشرة. برضو من سنة 2000. واتعادلوا مرة. والترجي كسب اربع مرات. فاذا هي مواجهة على المستوى التاريخي برضو. بيأكد لك ان الترجي لما بيجي يلعب هنا في الكاهرة. بيلعب احسن ما بيلعب في ملعبه. فدي حاجة لازم تعمل لها الف حساب. كزا كزا نقطة. برضو هما جايين مش هيخسروا حاجة. كل الحاجات دي مهمة جدا. برضو فيه اخطاع عنده فنية. حصلت هيحاول ان هو يعالجها او يجد سيناريو بديل. وده اللي لما نيجي نتكلم على الشاشة. هنقول هو بيفكر في ايه.